السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموازنة العامة للدولة والموازنة بتتكون من ايه اول حاجة في الموازنة في عندي جانب للموارد والجانب الاخر للاستخدامات الموارد تعني من اين تأتي الاراضات العامة للدولة والاستخدامات فيما تنفق الدولة مواردها في الاستخدام اول جزء في الموارد هو الاراضات العامة والإيرادات العامة التلات أبواب هي الباب الأول الضرائب الباب الثاني المنح الباب الثالث الإيرادات الأخرى يقابلهم في النحية التانية النفقات العامة ستة أبواب الباب الأول الأجور وتعوضات العاملين والباب الثاني شراء السلع والخدمات والباب الثالث الفوايد والباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الباب الخامس المصرفات الاخرى الباب السادس شراء الاصول غير المالية اللي هي الاستثمارات تعالوا نشوف كده ايه معنى الحاجات دي الاراضات العامة اول يعني الفلوس بتاع الدولة بتيجي منين اول باب او اول مصدر من مصادر الاراضات العامة للدولة هي الضرايب بكافة انواعها والضرايب هي اهم مصدر من مصادر الاراضات العامة اذ تشكل تقريبا حوالي من 76-78% من اراضات الدولة تأتي من الضرايب ثم الباب الثاني المنح والمنح دي قد تكون منح من جهات داخل مصر داخلية او منح من جهات خارجية زي المعونة الامريكية مثلا والباب الثالث الاراضات الاخرى بتدخل في اي اراضات من مشاريع بتقوم بها الدولة لو الدولة عندها مشروعات بتحقق ربح او حققت فائد ده بيدخل تحت بند الاراضات الاخرى زي مثلا فوائد الهيئات الاقتصادية العامة زي هيئة قناة السويس هيئة الهيئة العامة للبترول لو الهيئات دي بتحقق فائد الفائد ده يعتبر ده من الاراضات الاخرى ده بالنسبة للموالب بالنسبة للاستخدامات الستة ابواب الباب الاول بيتكلم عن الاجور ده بيدخل فيه كل اجور وتعويضات العاملين اللي شغالين في الدولة وبياخدوا مرتبهم من الموازنة العامة للدولة الباب الثاني شراء السلع والخدمات الحكومة لما تشتري سلع او خدمة بتشتري سلع مثلا مكاتب موظفين خامات بتشتريها بيبقى ده في الباب التاني من النفقات العامة الباب الثالث الفوائد ويقصد بها هنا فوائد الدين العام الداخلي والخارجي القروض اللي الحكومة اطردوها له حجم الدين العام الداخلي والخارجي بتدفع عليه فايدة فالفايدة دي بتصنف في الباب التالت من الفوائد من الاستخدامات والباب الرابع هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويقصد بها هو الفرق بين سعر السوق للسلعة وبين سعر بيعها للمستهلك فده الدعم زي دعم التانقة ودعم الغرف العيش ودعم السلعة التموينية الباب الخامس المصروفات الاخرى وتصنف فيها او تدرب فيها المصروفات التي ليس لها بند من البنود الاربعة السابقة الباب السادس شراء الاصول غير المالية اللي هي بنقصين استثمارات يعني ايه شراء اصول غير مالية الاصول تنقسم الى نوعين اصول مالية مثل الاسهم والسندات وازون الخزانة واصول غير مالية زي العقرات والاراضي والالات والمعدات والسيارات فشراء اصل غير مالي يعني اصل حقيقي يعني استثمار فشراء الاصول الحقيقية ده الاستثمارات يعني الباب السادس ده فيه الاستثمارات التي تقوم بها الدولة وتمويلها من الموازنة العامة للدولة الفرق بين الاراضات العامة اللي هما اول ثلاث ابواب الضريب والمنح والاراضات الاخرى والنفقات العامة اللي هما اول ستة ابواب في الاستخدامات يسمى بالعجز بالعجز النقدي يبقى العجز النقدي العجز النقدي ده هو الفرق بين الاراضات الاراضات العامة دي اللي هما الثلاث ابواب والنفقات العامة اللي هما ستة ابواب دول ده اسمه العجز النقدي لو كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة عشان كده احنا بنسميها عجز على طول لأن في الغالب هو اللي بيحصل عجز ما بيحصلش فائد في الموازنة العامة للدولة هننزل بعد كده الباب الرابع في الموارد الباب الرابع في الموارد اسمه المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية يعني ايه متحصلات؟ طالما متحصلات يعني أنا حصلت يبقى ده إيرادة يبقى يصنف ضمن الموارد بس ده متحصلات من إيه؟ من إقراض ومبيعات أصول مالية من إقراض يعني كنت أقردت شخص ما أو جهة ما قرد وقالين حصلت القرد ده فده إيرادة دخلت الموازنة العامة للدولة أو بعت أصل مالي زي بعت أزون خزانة بعت سندات بعت أسهم الأصول المالية اللي أنا بمتلكها دي لو أنا بعتها فبحقق إيراد إذن الباب الرابع بيتحط فيه إيرادات اللي جاية من الإقراض ومبيعات الأصول المالية يقابل الباب الرابع في الموارد الباب السابع في الاستخدامات اللي هو حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية الباب السابع ده المصروف على نفس البند يعني حيازة الأصول المالية احنا قلنا الأصول المالية للسندات والأسهم وإذن الخزانة حيازتها يعني شراءها فأنا لما بشتري أصول فأنا بدفع يبقى ده مصروف سواء كانت الأصول المالية دي كانت محلية يعني داخل مصر أو أجنبية خارج مصر يبقى ده إيراد وده مصروف الفرق بينهم اسمه صافي الحيازة صافي الحيازة من الأصول المالية يبقى صافي الحيازة ده قد يكون موجب وقد يكون سالب أي أنه قد يكون إيراد عندما تكون المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية أكبر من حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية يعني عندما يكون الباب الرابع من الموارد أكبر من الباب السابع في الاستخدامات فصافي الحيازة هنا هيكون إيراد وبالتالي هيتخص من العجز النأدي فيقلل العجز النأدي يخلي العجز كله أقل من العجز النأدي أما إذا كانت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية اللي هو الباب السابع في الاستخدامات أكبر من الباب الرابع في الموارد اللي هو المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية فإن صاف الحيازة يكون مصروف وبالتالي هذا المصروف يضاف للعجز النأدي فبالتالي يكون العجز الكل أكبر من العجز النأدي لو نزلنا الباب الخامس والأخير من الموارد الباب الخامس هو الاقتراض الاقتراض عندما لا تكفي الإرادات العامة ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية لمواجهة استخدامات الدولة ومصروفاتها يتم تقوم الحكومة بالاقتراض لتمويل العجز يبقى الاقتراض ده من أجل تمويل العجز حلوة طيب هيقبلوا الباب الثامن والأخير من الاستخدامات الباب الثاني اسمه سداد القروض سداد القروض الفرق بينهم اللي هو الفرق بين الاقتراض وسداد القروض هو العجز الكل العجز الكل هو الفرق بين الاتنين الاقتراض وسداد القروض ويمكن الوصول للعجز الكل من خلال لو أنا ضفت صاف الحيازة ضفته زائد أو ناقص يعني ممكن أضيفه أو أطراحه حسب هو إرادة ولا مصروف إلى العجز الكل العجز النقدي يعني العجز النقدي زائد أو ناقص صاف الحيازة هيساوي العجز الايه؟ هيساوي العجز الكل يبقى أنا لغاية دلوقتي عندي مفهومين للعجز هما العجز النقدي والعجز الكل الفرق بينهم هو صاف الحيازة لو طرحنا من العجز الكل فوائد الدين الفوائد دي اللي هي الباب التالت ده فوائد ده طرحناه من العجز الكل هيديني مفهوم تالت للعجز هو العجز الاولي يبقى بطرح الفوائد من العجز الكل نحصل على العجز الاولي ده ده المصطلح أو المفهوم التالت للعجز طيب ما هو المغزى من استخدام هذا العجز أو هذا المفهوم للعجز يعني العجز الاولي الحكومة عندما السنة دي مثلاً لما الحكومة تقول أنا حققت فائد اولي فائد اولي أي أن الإيرادات العامة كانت أكبر من النفقات العامة بتاع السنة دي ولكن اللي مخسب بعجز في الموزنة العامة للدولة هي فوائد الديون وفوائد الديون تخص ديون سبق اقتراضها وبالتالي لا تخص الفترة الحالية يعني الحكومة بتقول احنا السنة دي مكفيين نفسنا ولكن احنا بنقترب جديد علشان نسد العجز الاديم والفوائد الاديم هو ده مفهوم او المغزى من استخدام العجز الاولي طيب في الآخر صف الاقتراض العجز الكل ده لو في حصيلة خصخصة صافي عصيلة الخصخصة لو انا خصخصت او بعت شركة من شركات مملكة للدولة فإيرادات بتاعتها بتدخل اللي بتضطرح من العجز الكل فتقلله يعني صف الاقتراض المبلغ اللي انا هاقترضه هيبقى هو عبارة عن العجز الكل مطروح منه صافي حصيلة الخصصة ده كده الشكل العام للموازنة العامة للدولة وهندخل دلوقتي ناخد تمرين عملي على الموازنة بالارقام الفعلية بتاعة مصر طيب المفاهيم المختلفة للعجز اللي انا قلتها عندي العجز النقدي الفرق بين الاراضات العامة الابابة الثلاثة الاولى من الموالد والنفقات العامة الابابة الستة الاولى من الاستخدامة والعجز الكل اللي قلته اللي هو العجز النقدي زائد او ناقصة في الحيازة والعجز الاول اللي هو العجز الكل مطروحة منه الفوائد اللي هي البابة الثلاثة من الايه استخدامات مثال عملي على الموازنة العامة للدولة طبعا نبقلك فيما يلي بيانات الحساب الختامي والنتج المحل الإجمالي في مصر للسنة المالية 2015-2016 والارقام هنا بالمليار جنيه يعني الموازنة دي ده كده الموازنة اللي قدامك دي او الحساب اللي قدامك دي ده الحساب الختامي لمصر في سنة 15-16 وحساب ختامي يعني الايراضات والنفقات او الموارد والاستخدامات الفعلية الارقام الفعلية في مصر في لعن دي ارقام مش تأديري دي ارقام الفعلية في مصر طيب تعالوا نمسك الموارد الموارد اول باب فيها كان الايه الدرائب الدرائب في مصر في السنة المالية كانت كانت 352.4 مليار جنيه يعني الحكومة سنة 15-16 خادت من الشعب او من الناس درائب نقدرها 352.4 مليار جنيه وجلنا منح منح فلوس مجانية 3.5 مليار جنيه والايراضات الاخرى كانت 135.6 مليار جنيه وكان الباب الرابع اللي هو المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية 5.9 مليار جنيه والاقتراض هنا المبلغ اللي أنا استلفتها 591.3 مليار جنيه مجموع الموارد هنا 1088.7 مليار جنيه يعني تريليون و88.7 مليار جنيه ده بالنسبة لجانب الموارد تعالوا نبصوا على جانب الاستخدامات الاستخدامات اول باب فيها هو الأجور الأجور وتعودات العملين دي كانت كام 213.7 مليار جنيه الباب التاني اللي هو شراء السلع والخدمات كان في مصر كام 35.7 مليار جنيه والفوايد بلغت كام في السنة دي 243.6 مليار جنيه والباب الرابع اللي هو الدعم كان 201 مليار جنيه والباب الخامس المصروبات الأخرى بلغت 54.6 مليار جنيه والباب السادس اللي هو الاستثمارات او شراء الأصول غير المالية كان 69.2 مليار جنيه والباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية كان 20.7 مليار جنيه وسداد القروض كان 152.2 مليار جنيه اجمالة اللي استخدمات هنا 1088.7 مليار جنيه يسوي اجمالي الموارد وزي ما قلنا هذه الموازنة هي لازم تكون متوازنة لأن الاقتراض هو اللي بيوازنها اللي بيوازن الموازنة العامة للدولة وعندنا في السنة دي الناتج المحل الإجمالي بتاع مصر الناتج المحل الإجمالي هنا في السنة دي كان كام 270.5 مليار جنيه ده الدخل قومي بتاع البلد ايه الدخل؟ ايه نتج المحل الإجمالي؟ قيمة السلع والخدمات اللي البلد أنتجتها اللي الحكومة والقطاع الخاص وكله أنتجها يبقى الناتج المحل الإجمالي مش الناتج بتاع الحكومة لا ده الناتج بتاع البلد كلها قيمة الانتاج اللي احنا أنتجناه في السنة دي. تعالوا نشوف تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الموازنة دي. تعالوا نحل للبنود بتاعتها كلها ونطلع مفاهيم العجز المختلفة ونعلق عليه. اول حاجة هحسبه العجز النقدي. وقلنا العجز النقدي هو النفقات العامة ناقص الايرادات الايه العامة. طيب العجز النقدي هنا هجمع ست بنود بتوع النفقات اللي هي الاجور اهو 213 وشراء السلع والخدمات البند التاني والفوايد البند التالت والدعم اللي هو البند الرابع اهو والمصروفات الاخرى اللي اربعة وخمسين وستة وان عشرة واخر بند في النفقات العامة هو الاستثمارات. الستة ابواب دول لما جمعهم وطرح منهم اول تلات ابواب في الايرادات اهم دي الدرايب وده المنح وده الايرادات الايه لما جمع دول هيساوي ايه اجمالي هنا اجمالي النفقات كان كام 817 وسبعة من عشرة مليار والايرادات كانت كام 491 ونص يعني العجز هنا العجز كان بقى العجز هنا كان 326 وعشرين واثنين من عشرة مليار جنيه ده العجز النقدي اول ستة نفقات ناقص اول تلاتة ايرادات المفهوم التاني اللي هو هيبقى صافي الحيازة صافي الحيازة الباب الرابع من الموارد اللي هي قلنا عليها ايه؟ متحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية ناقص الباب السابع من اين؟ من الاستخدامات طيب كانت كام ده؟ اهو المتحصلات الحكومة جالها ايراد من المتحصلات خمسة وتسعة من عشرة واشترت اصول مالية كان بعشرين بعشرين وسبعة من عشرة يبقى اذا الايرادة اقل المصروف يبقى صافي الحيازة هنا هيبقى سالف سالب سالب يعني ايه؟ يعني مصروف مصروف يعني هيضاف للعجز النقدي ولا هيطرح منه لا العجز النقدي ده عجزه وكمان عجز تاني في صافي الحيازة فهيكبر العجز الكلي فهيجي بما ان صافي الحيازة ده رقم سالب فهذا معناه ان العجز الكلي سيكون اكبر من العجز النقدي وخلي بالك ممكن الحاجات دي تيجي هسئلها صح وغلط في الامتحان لو الامتحان جاب النظام الالكتروني طيب العجز الكلي بقى هيساوي الايه؟ هيساوي العجز النقدي زائد صافي الحيازة انا هنا قلت زائد ليه؟ ما قلتش زائد او ناقص لان هو هنا سالب فمصروف فهيضاف للعجز الايه؟ فهو العجز النقدي كام هنا؟ العجز العجز النقدي اهو تلتمية اتنين وستين ونص اللي هو الرقم اللي فوق ده اهو اللي انا لسا جايبه حلو؟ وصافي الحيازة هنا اللي هو هنا طالما سالب هنا اهو اللي اربعتاشرة والتمنى من عشرة يبقى هيضاف للعجز مين؟ يبقى هيضاف للعجز الكل هنا اهو يبقى العجز الكل هنا هيبقى تلتمية واحد واربعين مليار جنيه يبقى السنة دي الموازنة فيها عجز كام تلتمية واحد واربعين مليار جنيه طيب الاقتراض بقى انا هاقترد لايه؟ هاقترد على العجز بس؟ ولا هاقترد علشان اسد العجز بتاع السنة دي واسد كمان القروض اللي كانت من قبل كده يبقى الاقتراض هنا هيبقى هاقترد عشان العجز الكل وهاقترد عشان سداد مين القروض يبقى الاقتراض عندي انا عندي خلي بالك العجز الكل واحد واربعين اهو تلتمية واحد واربعين وعندي ميتين وخمسين مليار واتنين من عشرة مليار جنيه دول فلوس يعني اللي هي سداد القروض الباب الثامن يعني دي قروض عادة تسد وفي عجز جديد تلتمية واحد واربعين مجموعة اللي تنجل خمسمية واحد وتسعين خمسمية واحد وتسعين مليار جنيه الخمسمية واحد وتسعين مليار جنيه دول ده المبلغ المفروض اقتردوا الحكومة تستلفوا تقتردوا منين من الداخل او الخارج زي ما هنقول طيب صافي الاقتراض بقى صافي الاقتراض هو عبارة عن العجز الكل اللي هو هيساوي الاقتراض نقص سداد القروض يعني العجز الكل هو هو اسمه صافي الايه الاقتراض ده بيساوي ده يبقى الاقتراض نقص سداد القروض اللي هو الايه العجز الايه ده كام لو شلنا الخمسمية واحد وتسعين ناقص المتين وخمسين دينامي ببعمية تلتمية واحد واربعين العجز الكل هو صافي الاقتراض طب تعال بقى نشوف العجز الاولي هتطرح الفوايد من العجز الكل اهو العجز الكل عندك كام 341 تشيل منه الفوايد الدين اللي هو 246 يبقى انت عندك عجز اولي كام عندك عجز اولي 97 و 4 من 10 مليار جنيه يبقى انت محتاج يا معلمي السنة دي 97 و 4 من 10 مليار جنيه ده عجز السنة دي ومحتاج تقترض قد الفوايد يعني انت محتاج السنة دي عجزك 7 و 90 من غير الفوايد يبقى انت محتاج تقترض للفوايد وللعجز بتاع السنة دي طيب لو احنا حسبنا شوية نسب كده زي نسبة الايرادات العامة دي نحسبها للناتج دايما كل المتغيرات بتحسب للناتج المحل الإجمالي اللي انا مدهو لك في المسألة الايرادات العامة نقسمها عن نتج المحل الإجمالي ونضرف في مية عسل نشوف نسبتها كم الدخل القوم بتاع البلد اهو الايرادات العامة كان مجموعة كام 491 ونص الايرادات العامة مش الموارد كلها اللي هم التلات أبواب الاولى بفقط تقسمهم عن نتج ده اللي هو معطى في المسألة تدرب في مية هيديك 18 و 1 من 10 في المية يعني الدرايب الايرادات اللي الحكومة بتاخدها او الفلوس اللي بتخش خزينة الدولة العامة سواء من الدرايب او من المنح والايرادات الاخرى نسبتها 18 في المية في مصر من نتج المحل الإجمالي طيب النسبة دي النسبة دي اللي هي في مصر كام لسه مطلعينها كام دلوقتي 18 في المية طيب النسبة دي حلوة ولا وحشة لا طبعا قليلة جدا لان النسبة دي في الدول النمية بتاعها اللي هو المتوسط 25 في المية يعني معظم الدول النمية بتجيب ربع الدخل القومي بتاعها ايرادات عامة ربع الدخل القومي او 25 في المية منه باي دول النمية والدول المتقدمة بتصل النسبة دي فيها ال 40 في المية الدول المتقدمة الدرائب او الايرادات العامة بتاع الدولة بتصل ال 40 في المية من الناتج فاحنا اقل من الدول النمية واقل من الدول المتقدمة ايه طيب نسبة النفقات بقى للناتج النفقات قديئ من النتج هنقسم برضو النفقات على الناتج نضرب في مية هنا النفقات 817 و 7 على 278 ونص ونضرب في مية يديك 30 ونص في المية يبقى انت ايراداتك كام ايراداتك 18 واحد من عشرة ونفقتك 30 و 2 من عشرة النفقات اعلى يبقى هنحسب نسبة تانية اسمها نسبة تغطية الايرادات للنفقات العامة يعني الايرادات العامة بتغطي قديئ من المصاريف بنقح لو هنقسم الايرادات العامة على النفقات نضرب في مية النسبة دي طالع كام هنا 60 واحد من عشرة في المية 60 في المية يعني الفلوس اللي الحكومة بتجيبها ايراداتها ما بتغطيش غير 60 في المية من نفقتها والايربعين في المية التانية بتمول عن طريق الديون طيب هذا يعني ان اللي احنا قلناه ان الايرادات ما بتغطيش غير 60 في المية من الايه من النفقات العامة والباقي اللي هو 40 في المية ده بيتم تمويله من خلال ديون الاقتراض طيب تعاوا ننسب برضو العجز النقدي للناتج لما نجي نقسم العجز ننسب له الناتج برضو العجز النقدي على الناتج في مية النسبة دي تطلع كام؟ هيطلع 12 في المية يبقى العجز النقدي في مصر 12 في المية من الناتج طيب والعجز الكلي هيطلع 12.5 في المية اكبر من العجز النقدي ليه؟ لان نصاف الحيازة عندنا قلنا مصروف سارب يبقى في السنة دي العجز الكلي في مصر 12.5 في المية من الناتج المحل الإجمالي طيب النسبة دي تقليلة ولا كبيرة؟ طبعا النسبة المصلة للاتحاد الأوروبي محددها 3 في المية يعني المفروض العجز ما يزيدش عن 3 في المية إن العجز عندك هنا كام؟ 12.5 يبقى العجز الموازنة العامة في مصر يتخطى النسب والحدود الآمنة الحدود الآمنة اللي هي 3 في المية التي حددتها اتفاقية مسترخت المؤسسة للاتحاد الأوروبي طيب خدمة الدين العام إيه خدمة الدين العام؟ المصطلح ده معناه معناه الفوائد اللي بندفعها على الديون اللي هي الباب الثالث في النفاقات وسداد القروض اللي هي الباب الثامن يبقى اللقصات بتاع القروض سداد القروض وفوائد الديون الباب الثالث والباب الثامن دول اسمهم خدمة الدين طيب في مصر كانوا قد إيه بقى في السنة المالية 1516 كان خدمة الدين في مصر 496 وستة من عشرة مليار جنيه 493 وستة من عشرة مليار جنيه طيب خدمة الإيراد الدين خدمة الدين بقى كنسبة من الإيرادات العامة أنا بأنسيبها من الإيرادات العامة يعني الحكومة بتجيب فلوس كام وبتخدم الدين بكام النسبة دي لما نقسم ده على ده ياه طلع رقم كبير جدا الرقم كان مية ونص في المية يعني ايه مية ونص يعني لو هو مية في المية بالزبط معناها أن كل الإيرادات العامة التي تدخل خزينة الدولة تذهب فقط لسداد بندين بس هما القصة اللي هو سداد القروض الباب الثامن والباب الثلاث الفوائد يعني كل الفلوس اللي بتخش خزينة الدولة بتروح للديون طب الانفاق بقى أجور الموظفين والدعم وشراء السلع وكل بنودة تانية دي كلها بنستلف جديد باقتراض جديد ودية دي بقى دايرة الديون الدايرة المغلقة للديون طيب وده رقم طب هنا الرقم معدل مية في المية معدل مية في المية يعني أنت كده خلاص كل دخلك رايح لسداد الديون عشان كده الحكومة لما جات تعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كانت مصرة جدا على برنامج الإصلاح ومهما كلفنا من الإصلاح لازم نعالج الخلل في الموازنة العامة للدولة دا لأن الخلل وصلنا أن مية في المية دا مش مية في المية دا مية ونص أكتر من إراداتنا رايح لسداد من الديون يبقى احنا عايشين في دوامة الديون طيب تعالوا نشوف الإرادات العامة والنفقات العامة في مصر بالمليار جنيه على سبيل الموضوع دا للفاهم يعني الإرادات العامة بتاعتنا كانت في يونيو 2010 دا آخر عشر سنين اهو من سنة من يونيو 2010 ليونيو 2019 عشر سنوات الإرادات كانت كان بقى اللازرق دا الإرادات ميتين تمانية وستين مليار اهيه بتزيد بعملها تزيد اهيه اخر رقم للإرادات في مصر كان يونيو 2019 تسعمية تسعة وتمانين وتنين من عشر ناقص حداشر مليار تقريبا يبقى تريليون الف مليار يبقى زادت زادت زيادة كبيرة جدا هي الإرادات العامة زادت بس لو 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 تلاحز هنا ان هي زادت من امتى اهو من بداية يونيو 2017 بعد تطبيق برنامج الإصلاح الزيادة كبيرة هي يبقى واضح طبعا هو كانت الزيادة هنا بطيقة لكن الزيادة في الإرادات العامة هي طلعت زيادة هي تمام الخط كان ماشي كده لكن طلعت مرة واحدة كده من يونيو 2017 بعد تطبيق برنامج الإصلاح والضرايب اللي زادت وضربت القيمة المضافة والكلام ده كله فهمنا الكلام ده يبقى انا هتطلقى الاركام دي عشان ده اركام الإرادات العامة طب نشوف بقى النفقات الايه نشوف النفقات العامة قد ايه اهي اللاحمر ده النفقات الايه العامة بالمليار ايه جنيه وصلت كان بقى من تلتمية ستة وستين مليار جنيه الإرادات العامة وصلت الف اربعمية اربعة وعشرين مليار جنيه رقم كبير تقريبا حوالي اربع مرات ونص او احيان اربع اضعاف ونص زالت اللي ايه زالت النفقات العامة زيادة كبيرة جدي عشان كده دايما الاحمر ده اعلم الازرق يعني دايما النفقات اعلم الإرادات يبقى احنا عندنا عجز في الموازنة عندنا ايه عجز هيكلي يعني دائم على طول طبعا ده بلق على الشكل عشان كده ده 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 عجز الموازنة بقى بالمليار جنيه وكنسبة من الناتج المحل يعني هنا عجز الموازنة هو هنزله بص على الشكل ده عجز الموازنة الناحية دي بالمليار والناحية دي كنسبة من الناتج المحل الاجمالي يعني عجز الموازنة في يونيو الفين وعشرة قبل ثورة كان تمانية وتسعين مليار كان نسبته كم الدخل القومي او الناتج المحل الاجمالي نسبته تمانية واحد من عشر فوض اليزيد يزيد 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 لغاية هنا الفين وتلاتاشر وصل كام يونيو وصل تلاتاشر وسبعة من عشر ده عجز الموازنة لكن نزل بعد كده بعد الفلوس بتاعة دول الخليج اللي جاد نزل العجز كده في يونيو الفين وخمسة إلى 11 ونص وطلع تاني في يونيو الفين وستاشر إلى 12 ونص في المية لكن بقى الحكومة من هنا وقفت وقفة كده من هنا من السنة المالية دي قالت لا لازم العجز في الموازنة ده يقل كنسبة من الناتج هو بيزيد اهو كرقم مطلق او بيزيد العمدان دي او الاعمالة دي بتجبر لكن شايفين الخط الاحمر ده الخط الاحمر الخط الاحمر ده بداية من بداية من يونيو الفين وسبعتاشر من هنا بدأ ياخد اتجاه تنازلي يعني كان 12 ونص بقى 10 وتسعة بقى 9 وتمانية بقى 8 واربعة او مستهدف 8 واربعة يبقى عشان كده برنامج الاصلاح عايز ينزل العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحل الايه الاجمالي طب احنا عايزين بقى نشوف ايه اهم اسباب انخفاض الارادات العامة مش احنا قلنا العجز ناتج من الارادات العامة منخفضة الارادات العامة قليلة طب ايه اسباب ان هي قليلة ست اسباب ضعف الجهد الضريبي يعني معناه الناس معهاش فلوس يدفع ضريب دخولها منخفضة وبالتالي قدرتها اتضافع الضريب اقل سوق توزيع الدخل ناس اغنية اوي وناس فقرة اوي الاغنية اوي ما بيدفعوش الضريب او بيتهربو او بيتجنبو والفقرة اوي مش خضعين للضريبة فسوق توزيع الدخل بيعمل على التخفيض او انخفاض الارادات الضريبية التهرب والتجنب الضريبي التهرب ضريبي يعني ناس عليها ضريبة بتدفعهاش والتجنب يعني بيحاول ما يشتريش السلع اللي عليها ضريبة او بيتجنبها بطريقة يعني مشروعة والسبب اللي بعد كده كثرت الاعفاءات الضريبية اعفاءات كتير جدا وزيارة حجم القطاع غير الرسمي يعني الشركات كتيرة جدا او ناس بتشتغل في السوق ولكن مش مسجلة ولا بتدفع ضريب لدى مصلحة الضريب والتخطيط الضريبي الدار من قبل الشركات الدولية النشاط الشركات المالتي ناشنال الكبيرة اللي لها نشاط في كذا دولة بتحاول تتهرب من الضريب بانه هي بتنقل ارباحة للدول اللي سعر الضريبة فيها اقل دي كانت اهم اسباب انخفاض الايرادات وفي اسباب زيادة النفقات النفقات بتاع الدولة بزيد لرقم واحد زيادة الاجور والاجور عشان مهزة في الدولة الناس اللي بتشتغل في الدولة بتزيد عدد مهزة في ايه الدولة والاجور بتزيد زيادة بند الدعم مراعاة للابعاد الاجتماعية كل ما الدعم يزيد في الموزنة فده جزء من النفقات فالانفقات بتزيد وزيادة فوائد الدين ده البند التالت يبقى خلي بالك ركز كده معنا الاجور اللي هو الباب الاول تمام دي الاجور والدعم اللي هو الباب الرابع ده الدعم الباب الرابع وفايدة دي الباب التالت يبقى الباب الاول والتالت والرابع دول في مصر بيسهم بحوالي اتنين وتمانين في المية من انفاق مصر يعني البلد بتصرف فلوسها او الحكم اصرف فلوسها اتنين وتمانين في المية من فلوسها في الثلاث حاجات دول في الاجور والدعم والفوائد الدين العام بس الكلام ده قبل الاصلاح الاقتصادي بيرمج الاصلاح اللي الصندوق عمل التضخم ارتفاع الاسعار يعتبر سبب من اسباب زيادة عجز الموزنة لان ارتفاع الاسعار آآ زيادة الاسعار بتخلي الحكومة تدي علاوات وترفع المعاشات للموظفين وبالتالي بتزيد النفقات العامة زيادة الانفاق العسكري الحكومة طبعا والانفاق على النوحي الامنية سبب من اسباب زيادة النفقات وزيادة الاستثمارات العامة البنية التحتية الطرق الاستثمارات اللي بتقوم بها الحكومة دي تعتبر جزء من النفقات العامة وبالتالي زيادتها تؤدي لزيادة الانفاق العامة كده انتهت المحاضرة آآ المحاضرة الكامل السادة تقريبا للمحاضرة السادسة في المالية العامة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة المحاضرة السبعة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته